ومعنا لمناقشة هذا الموضوع من القاهرة الدكتور عمار أبكر أستاذ الدراسات الأفريقية مرحبا بك معنا دكتور عمار عليكم السلام ورحمة مساء وخير مرحبا في إدارة قناة الراقبين أهلا بك مع استمرار الأزمة السياسية في السودان قوى الحرية والتغيير أعلنت قبولها للمبادرة الأفريقية لحل الأزمة ماذا نفهم من ذلك؟ هل بدأت الأمور بالحل في السودان؟ بسم الله الرحمن الرحيم دعنا دعني في الأول أن أطرحهم إلى جهداء السورة السودانية جميعهم بالنسبة للسؤال السؤال بالنسبة لأنا هو الطريق والطويل لأخذتها في الوفاة الأسئوذية دعني غضل أن أجيب هذا السؤال دعني أتحدث أن الوزانة بالنسبة للمعاثرين هو كان المعاثر معاكر المجلس الأسكري هو الحرية والتغيير طيب إذا تحدثنا عن الحرية والتغيير فهذا المعاكر هو أن الوقت الصحيح هو الوضع الأرض والوضع القليل لماذا؟ لأنه هو الحرية والتغيير يعني بعد أحساب ثلاثة يونيو وجدت شعبي ويهليني العالم كبير جدا وانتبع العالم بعد ذلك التاريخ انتبع العالم ماذا يجب التغيير وموافقتها وخيار 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 القبور في المخترعة في المخترعة الأسيوذية هو طبعا أهم حاجة نفهم أنه هذا القبور أو هذه الوساطة الأسيوذية هي ليست وخيار أغلب دكتور عمار معذرة لسؤال الاتصال من المصدر هل تعتقد أن قبول المعارضة والمجلس العسكري من ناحية أخرى بتشكيل هذا المجلس هو بداية لحل المشكلة الآن في السودان نعم هو بداية لحل المشكلة لأنه نتيجة بداية لحل المشكلة وأي مشكلة لا تتحل إلا بالتفاوض بالتفاوض السياسي نعم هو بداية لحل المشكلة ولكن هذه الفداية من أسفة السودانية جاءت نتيجة لدقوص سوالية وإقليمية مورثت على الطرفين ربما مورثت أكثر على المجلس العديد الذي يتعلم كيف تتوقع أن ينعكس قبول هذه المبادرة على الشارع السوداني؟ والله هذه المبادرة سوف يتغسل بالتأكيد على مستوى أعلان الفرية والتغيث أنا تعكيد المشارع السوداني الذي يقبل أن يتغسل إلى غسمين بسم يدعى هذه المبادرة ويمشي لكي يحجب الطموح وبسم يعتقد أن هذه المبادرة وبذات في الشراكة مع المجلس العكري الذي يراه الجزء الآخر يرى عند المجلس العكري هو بالقامة باقتلال الثوات فكيف تشارك شخص وهو غاتف للسوار؟ لذلك أنا متأكد بسم الشارع لكن يحتكمون إلى طوط العقل أنا متأكد تماما أنه ليست هناك حلول إلا بالتفاوض يخطنها عن جسم الآخر الذي في البداع يرفض لكن مع مرور الوقت إن شاء الله يوافق صحف غربية حملت نائب رئيس المجلس العسكري مسؤولية ما حصل في فضل اعتصام هل نتوقع محاسبة المتورطين في الاعتداء على المواطنين؟ إذا كانت هنالك لجنة دولية محايدة إذا كانت هنالك لجنة دولية محايدة مشتركة مع لجنة داخلية وحاجة اللجنة أيضا كانت محايدة فأتوقع محاسبة فأتوقع محاسبة كلهم من يزبط يعني كلهم من يزبط جريمته إجاه الشعب السوداني لكن إذا كانت هنالك لجنة دولية للتحقيق وإذا كانت لجنة شكلية داخلية صحيح أن هنالك لجنة داخلية حتى هذه اللجنة رفضها المدائي العام وبالتالي اضطر المجلس العسكري لكي يغير هذا النائب العام لأنه لم يخطني باللجنة التي قوناها العسكري وغير هذه اللجنة العسكرية وليس لجنة غانونية أشكرك دكتور عمار أبكر أستاذ الدراسات الأفريقية كنت معنا من القاهرة